هقول لكم بعض النقاط كده فيما يدور داخل نادي الزمالك عشان الجمهور لازم يعرف اللي بيحصل ولازم يعرف الحقيقة أول حاجة فيما يخص الكابتن أسامة نبيه طبعاً الكابتن أسامة نبيه يعني واحد من أولاد نادي الزمالك المخلصين اللي عمره متأخر على نادي الزمالك في أي دور وفي أي طلب طلبة منه من أيام كان ناشئ صغير لغاية لما تولى مسؤولية التدريب معاوناً لفيرا وثم معاوناً للكابتن حسن شحاتة وأخيراً معاوناً لكارترون وراجل صاحب باع كبير جداً داخل نادي الزمالك على مستوى البطولات خاصةً كلعب إنه راجل كلعيب يعني كان ضمن الجيل الزهبي اللي فاس بكل البطولات لنادي الزمالك ولا ما فيش أي مجال الشك إن أسامة نبيه راجل زمالكوي أصيل وراجل مخلص لنادي الزمالك ولكن هناك استياء كبير جداً داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بالطريقة التي استقال بها أسامة نبيه الأسبوع الماضي استياء كبير وما أعلمه إن الكابتن حسين لبيب هيشترط إن الكابتن أسامة نبيه يقدم اعتذار علني لنادي الزمالك وجمهوره إذا أراد العودة مرة أخرى إلى الجهاز الفني وكابتن حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك شايفين إن كان من الأفضل إن الكابتن أسامة نبيه وهو بيستقيل يقدم الاستقالة إلى مجلس الإدارة وما يقدمهاش عبر وسائل التواصل سواء يعني مواقع التواصل الاجتماعي وشايفين إن ده كان فيه جزء من الإهانة إلى مجلس إدارة النادي في بعض من الإهانة إلى مجلس إدارة النادي أنا هنا بقولش رأيي أنا هنا بقول لكم معلومة مؤكدة بقول لكم معلومة مؤكدة إن هناك استياء كبير داخل مجلس إدارة نادي الزمالك من الطريقة اللي راحل بها الكابتن أسامة عن الفريق وإن هو كانت استقالة مسببة على الملأ إن هو راجل في مشاكل واتهامه إن هو راجل اتهم إن فيه فشل في ملف إدارة الكرة في نادي الزمالك وده طبعا كلام بيطول الكابتن حسين السيد وكابتن فاروق جعفر وبيطول كل الناس اللي موجودين اللي بيديروا الكرة جوه نادي الزمالك فأنا بقول لكم يعني الناس بتطلع الصحفيين ويكتبوا إن عودة أسامة نبيه وكل حاجة طبعا ده كلام صح إن فيه تفكير في عودة الكابتن أسامة نبيه لكن من ناحية مجلس الإدارة أنا بقول لكم لسه مجلس الإدارة هيجتمع ولسه هياخد قرار وهيبقى فيه شرط إن لازم يبقى فيه اعتذار من الكابتن أسامة علشان يرجع للجهاز الفني ده ده بعد ما لازم كارترون يوافق على عودته مرة أخرى ولكن زي ما قاله أستاذ محمد الإتريبي أوضح معايا إن رأي كارترون هيبقى اوبشنال يعني تاني حاجة لأن الموضوع كان يخص اللجنة اللي بتدي لنادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك ده فيما يخص الكابتن أسامة نبيه طيب موضوع إيقاف القيد موضوع إيقاف القيد موضوع جوه نادي الزمالك موضوع فيه ناس بتحاول تخرج في الميديا وفي الإعلام تبسطه لكو لكن هو مش موضوع بسيط وهشرحه لحضراتكم نادي الزمالك دخل في مشكلة المشكلة دي دخل في أكتر من مشكلة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة دخل في أكتر من مشكلة وشكاوي راحت للفيفا وعشان نبقى صرحة أصل الشكاوي دي أصل الشكاوي دي معظمها ما كانش في عهد مجلس المستشار مرتضى منصور كان في مجال السابق في حاجات في مجلس المستشار مرتضى منصور وفي حاجات سابق طيب قطرة الشكاوي دي من المدربين والأجهزة الفنية ومن اللعيبة الأجانب بالذات خلت نادي الزمالك نادي بقى يعني فيه كده عليه علامة عند الفيفا إن النادي ده نادي بتاع مشاكل فيه مشاكل عنده أنت النهاردة الفيفا دي أو المحكمة الرياضية دي ايه؟ دي ناس بتحكم فلما النهاردة أنت تبقى بتدير مثلا منظومة ويجي لك من مكان واحد ومن مصدر واحد خمستاشر عشرين شكوى في آخر أربع خمس سنين فلأ المكان ده بيجي النهاردة لما يتعامل عليها أقوبات بتبقى أقوبات مغلزة بتبقى إيه؟ أقوبات مغلزة وحطة إن انت تبقى فيه تهاون أو فيه إن أنا بدي فرصة واثنين وتلاتة لأ دي ما بتبقاش إيه؟ ما بتبقاش موجودة طيب نادي الزمالك دلوقتي الموقف اللي احنا فيه إن نادي الزمالك نادي الزمالك عليه غرامة 200 ألف يورو عليه غرامة 200 ألف يورو لأحدى الأندية البرتغالية للدرقة التانية وأكاديميات وقصة كده كبيرة وعليع عقوبة رياضية العقوبة الرياضية دي بعيد عن الغرامة ما لاش علاقة إن انت سددت الغرامة ولا لأ يعني إيه مثلا؟ يعني فيه واحد مثلا عمل جناية الجناية دي هو خد فيها مثلا سنة سجن مع النفاذ مثلا وغرامة 200 ألف جنيه تسديده للغرامة 200 ألف جنيه ما بيشيلش العقوبة الجناية بتاعة السجن وهو ده اللي حصل يا جماعة معها ريال مدريد وحصل مع تشيلسي وحصل مع برشلونا والأندي دي كلها دفعت غرامات ووقف القيد بتاعها العقوبة اللي عليها لقية العقوبة الرياضية ما تشالتش ده الموقف دلوقتي ده الموقف دلوقتي فيه محاولات فيه محاولات من محاميين نادي الزمالك أنه هما يحاولوا خلال الأسبوع القادم أنه هما يثنوا الفيفا أنه هما يستثنوا نادي الزمالك أنه هو يقدر يقايد لعيبته لكن نسبة نجاح هذه المحاولات وأنا دوري أن أقول لكم المعلومة صحة لا تتعدى الخمستاشر في المائة نسبة نجاح هذه المحاولات لا تتعدى الخمستاشر في المائة 85% الزمالك مش يعرف يقايد لعيبته الجداد 85% الزمالك مش هيعرف يقايد لعيبته الجداد ده الموقف ده الموقف دلوقتي اللي أنا وأنا وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي في الوقت اللي هنا فيه ده الموقف شبهاتش يطلع يضحك عليكم فيه ست محكمة ست محامية إنجليزية هيا المحكمة في الكاس في المحكمة الرياضية ست شافة السجل بتاع نجاح زمالك اللي هي بتاع نجاح زمالك وحجم الشكاوي اللي مقدم فيه في السنوات الأخيرة ومنشفة دماغها نازم تنفذ القانون على نجاح زمالك